السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشد التربية تحية طيبة وضع نقطع اليوم يتعلق بالنص الشعري المركبة الصفحة 150-151 من كتاب المنير في اللغة العربية لسنة الخامسة من تعليم الانتدائه وبطبيعة الحل الطبعة الجديدة نبدأ على بركة الله باستعدوا للقراءة أذكروا بعض وسائل نقل الحديثة البرية والبحرية والجوية التي أعرفها إذن مثلا بالنسبة البرية الوسائل للنقل الحديثة كين السيارات كين القطارات وبالخصوص القطارات السريعة دياليوم نعم بالنسبة البحرية مثلا كين كيف نقدر نسميهم الباخرات نعم والسفن البحرية الجديدة ثم الجوية كين الطائرات نعم ثم ألاحظ وأتوقع أربط الصورة بالعنوان وأفترضوا موضوع النص إذن من خلال الصورة لدينا واحد لوحة القيادة نعم فيها مقعدان واحد الوسائل كذبا هنا في اللوحة ديالة تحكم حديثة الشاشة كذبا واسعة نعم من هناك بلنا واحد نجمع ديالأقمار والنجوم وغيرها إذن هنا موضوع النص سيتحدث عن المركبة الفضائية نعم ثم ألاحظ الصورة أو وصف لمركبة فضائية ثم ألاحظ الصورة مركزة على لوحة قيادة المركبة وأتوقع صفات يمكن ذكرها في النص إذن من بين الإجابات اللي ممكن أن نقدره أنها تتميز بالصورة نعم وتتميز بالقوة إذن هذه كإجابات على أستعيد للقراءة وأيضا أسئلات ألاحظ وأتوقع الآن سنمر مباشرة لفهم النص أما بالنسبة لقراءة فأدعوكم لقراءة هذا النص الشيري مرارا لفهم مغزى النص وضبط قراءة الأبيات الشيرية أولا أربط كلمة مرقة بمعنىها حسب السيق مرقة الطباخ الطعام نعم مرقة البيضة ومرقة السهم من القوس إذن هنا عنا فسدت خرج منه بسرعة وأكثر مرقةه إذن من نسبة لمرقة الطباخ الطعام بمعنى أكثر مرقةه مرقة البيضة بمعنى فسدت ثم مرقة السهم من القوس بمعنى خرج منه بسرعة الآن أسئلات أفهم وأحلل نعم أحدد البيت الذي يصف فيه الشاعر المركبة وكأنها خائفة إذن البيت هنا هو البيت الثالث عندنا هنا يتعد مخافة أن تلاحق خطوها نار وقود جحيمها يتصعر إذن هذا البيت الثالث نعم كتب هنا البيت الثالث ثم أذكر البيت الذي يبرز فيه الشاعر أن المركبة مخيفة هنا خائفة وهنا أيضا مخيفة إذن هو البيت السادس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة لا طير يخفق في الفضاء جناحه فزعا ولا عرفت صداها الأبحر إذن هذا البيت السادس نعم ثم بالنسبة للسؤال الثالث مطلومني أملأ الجدول بمفردات من النص تدل على ما هو مدون الأرض الفضاء السماء النور السرعة والصوت القوي بالنسبة للإجابات على الأسئلة السابقة مكتوبة إذن هذه هي الإجابات تفقنا ثم نتمم الإجابة بالنسبة للأرض أو المفردات التي تدل على الأرض انطلاقاً من النص بالنسبة للمفردات الأرض لدينا الأرض وعندنا قمام تفقنا بخبرة بالنسبة للفضاء أعنا كلمة الفضاء وعندنا المجرّة تفقنا بالنسبة كلمة السماء أعنا هنا البغرق وعندنا الغيوم بالنسبة للنور أعنا كلمة ومض وتعنا كلمة نار بالنسبة للسرعة أعنا هنا كạnh ومض البرق نعم بالنسبة للصوت القوي بالنسبة للصوت القوي عندنا هنا الرعود نعم لو عندنا تزأروا كلمة تزأر نعم وعندنا أيضا كلمة أخرى يزمجروا تزأروا ويزمجر إذن هذه هي الإجابات عندنا الأرض القمام الفضاء المجرة البرق الغيوم ومض نار هنا مرقة البرق كوام وهنا تزأروا ويزمجروا الآن سنتقلوا للسؤال الرابع مطلوم مني أضف الشاعر على المركبة صفات طبيعية وصفات إنسانية وأخرى حيوانية أمثلوا لكل نوع بالأبيات من القصيدة إذن بالنسبة انطلاقا بالقصيدة لدينا هنا هنا بالنسبة البيت الأول والثاني غير جزء الأول مرقة كوامض البرق تلتهم الفضاء وهنا تنشق عنها الأرض لحظة بعثها إذن هنا صفات أو كيف قلنا صفات طبيعية ننظر معها طبيعية بالنسبة هنا النار عناء تقصف كالرعود وتزأر وهذه حيوانية تبدو أو تعدو مخافة أن تلاحق خطوها لا تنطفئ نار تغذي سيرها جنة وطار صوابها فاتسلقت هنا يا صفات إنسانية نعم الآن غير قالي السؤال الخامس والسادس بالنسبة لأسئلة أفهم النص إذن السؤال الخامس قالك ذكر الشاعر في البيت الخامس كلمة تبحير وهو يتحدث عن الفضاء إلى البحر فما علاقة الفضاء بالبحر إذن هنا العلاقة أنهما عالمان واسعان مليئان بالمخاطر هذا هو يعني الوصف لمرتبط ما يبيل الفضاء وكذلك البحر هنا الأعمق ديال البحر ما كان عرفه وهو صعب وأيضا يعني الفضاء فهو صعب لاستكشاف دياله نعم ثم السؤال السادس أقارن بين توقعاتي وتوقعات صديقاتي وأصدقائي وأستمتج مدى التقارب بينها نحن بالنسبة لنا كنا في الأول توقعنا بأن النص سيتحدث عن وصف المركبة الفضائية أو عن مركبة فضائية إذن أنت سترى الأصدقاء ديالك كيف توقع لداره وقدروا المقارنة نفسي إذن هذا ستقوم بها في القسم إن شاء الله نحن سترى أسئلة التذوق وأقوم السؤال الأول أعيد وصف المركبة بأسلوب الخاص إذن نطلع مني أن ننصف المركبة الوسطية للخاص إذن انتلاق المركبة مثل البرق وهذا دليل على أنها تتميز بالسرعة الخارقة وتصدر صوتا مثل زئير الأسد وحينما تغادر الأرض تخلف وراءها إعصار من الغيوم نعم ثم أذكر الوصف الذي أعجبني وأنا أقرأ القصيدة إذن الوصف الذي أعجبني هنا هو تنشق البيت الثامي تنشق عنها الأرض لحظة باتها إعصار جنة في الغيوم يزمجر إذن هذا البيت الذي أعجبني وهو البيت السابع كيف قلنا السؤال الأخير أتغنى وليس هو بسؤال صراحة أتغنى بالقصيدة على إقاع محلي يعجبني إذن يعني في حال أن أغني هذه القصيدة تفقنا القصيدة دينا على شكل أغاني ديال التقليدية اللي كي يغني على وحل الإيقاع تفقنا يعني في حالك تغنيها هذا كان كل من يتعلق بهالدرس ديال اليوم أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى أن تقوموا بتقاسم هذا المقطع مع الأصدقاء لتعمى الفائدة ولتساعدون أيضا على الظهور لدى العديد من الأصدقاء وألقاكم في الدرس المقبل إن شاء الله وأشكركم على حسن المتابعة شكرا